السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة الفيزياء ببساطة في هذا الفيديو نوضحها لبلغ الإخبار اليوم 3.21 ستنبر المتعلق بتحييل المقرر الوزاري الخاص بتنظيم هذه السنة إذن نمشي الحويج المهمين كما قد تعرفوا بأنه دراسة تنطى القيوم جمعة فاتح أكتوبر بالطبع للحال بالنسبة للتعليم الأولي والأسلك التعليمية الثلاثة سواء امتدائي وتنوي إعدادي وتأهيلي وأقسم تحضير شهادات التقني العليوم 2.4 أكتوبر فقد تقرر تخصيص الحصص الدراسي الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و 9 أكتوبر لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديم حصص أنشطة المراجعة والتتبيت باستحضار حصيل التعلومات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية يعني في بداية السنة الدراسية يعني من أن ندخلو نهار الجمعة 1 أكتوبر هيكون عندكم حصص ديال الدعم وتقويم تشخيصي أو المكتسبات الدراسية وأيضا حصص الدعم إذن الشي لا يكون في الأسبوع الأول وابتداء من 11 أكتوبر يعني انطلاقا من 11 أكتوبر سيتم تفعيل برنامج الدراسي السنوي مع الاستمارة في تقويم المكتسبات يعني ابتداء من 11 فهر العشر هذه تبدأ الدراسة يعني يبدو الأستداء يبدو الدروس ديالهم وحرصا على تأمين الزمن المدراسي وضمان الاستكمال مقررات الدراسية فقد تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من بينها تعديل العطل المدراسية ومواعيدها إذن لائحة العطل المدراسية المحينة والرسمية دياله السنة راديش أعطى لكم في الفيديو السابق بخصوص موسم الدراسة شكرا لكم معرفين بأنه تم تمديد الموسم إلى غاية شهر يوليوز